أحبابي أبطال الصف الثالث الابتدائي Great Reheroes النهاردة هنتكلم عن الصفات Adjectives والصفة هي كلمة بتوصف شخص أو شيء والصفات أنواع صفات تصف الشكل زي مثلا Tall Short طويل قصير أو صفات تصف الشخصية زي Kind طيب القلب زي nurse اللي بتساعد المريض دي أو زي تيتا وجده كده وعندنا صفات تصف الشعور والإحساس ودي هي درسنا النهاردة زي إيه؟ زي happy زي sad happy سعيد sad حزين دول بيتكلموا عن الشعور ونسمع الأول الحوار اللطيف ده بين أصحابنا في الصف الثالث وبعدين نكمل الشرح الدرس يلا بينا let's go I feel happy today how do you feel Hana I feel excited daddy is coming home soon how do you feel Yusuf it's a hot I feel thirsty me too and I feel hungry let's go to the kitchen to have something to eat سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم ميس إيمان من سلسلة تعليم المبتدئين والمنهج الدراسية English from Zero to Hero النهاردة إن شاء الله هناخد الدرس الأول والتاني من الوحدة الأولى من منهج الصف الثالث الابتدائي January 3 بعد ما فهمنا يعني إيه صفة وسمعنا المحادسة لطيفة من أصحابنا تعالوا الأول نشوف إيه هي مجموعة الصفات المقررة علينا في الدرس ده حقولهم وياريت تقولوا وراي happy happy سعيد unhappy unhappy غير سعيد يعني حزين sad 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 حزين hungry 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 جعين thirsty 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 عدشون excited 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 فرح tired tired مرهق وتعبان زي صحبتنا اللي قاعدت تلعب دي لغاية ما تعبت great great عظيم ورائع angry 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 زي صحبتنا اللي مش لقيا الفلوس اللي هي حوشتها دي وزعلانة جدا angry got born angry angry وبعد ما قرينا الصفات المقررة علينا في الدرس ده الأبطال اللي شافوا الفيديو راحزوا أكيد سؤال مهم جدا ممكن نراكع الفيديو ونشوف الجزء ده لو ما خدناش بالنا نلاحظ أن الولد بيسأل هانا بيقول لها how do you feel هانا how do you feel هانا يعني كيف تشعري هانا قالت له i feel excited i feel excited يعني أنا أشعر بالفرحة أن هي فرحة يعني هي فرحونة عشان بابوها حييجي البيت السؤال ده how قد تستفهام معناها كيف بسأل بيها عن الصفات الخاصة بالشعور يعني أنا عايزة أسأل حد كيف تشعر هقول له how do you feel how كيف how do you feel هيقول لي i feel happy i feel sad i feel thirsty حسب هو حاسس بإيه وهيقول لي i feel ويقول لي الإحساس بتاعه طيب هل في طريقة تانية ممكن أقول بيها نفس الجملة بنفس المعنى أوه طبعا ممكن أقول i feel thirsty أو أقول i am thirsty نفس المعنى بطريقتين مختلفين ممكن الاستفات الخاصة بالشعور أستخدم قبلها feel يشعر أو أجيب حاجة من verb to be اللي هي am is or ورابط الشرح الكامل لverb to be واستخدماته موجود في صندوق الوصف he feels i am happy he is sad i feel happy he feels sad ودلوقتي نشوف المحادثة دي وبعدين حنشرحها how do you feel mommy i feel unhappy and tired why because i have a lot of things to do and i must clean the kitchen i can help you and so can honey we can clean the kitchen are you sure yes it's good to help you now i am very happy thank you thank you you are very kind children تبدأ عندنا المحادثة دي بالسؤال اللي انا شرحته في المحادثة السابقة اللي هو هانا بتسأل مامتها how do you feel mommy كيف تشعوري يا أمي how كيف قالت لها i feel unhappy unhappy يعني غير سعيدة and tired ومتعبة مرهقة من كتر الشغل اللي ماما عملته فرد هاني قال لها why why دي أداة استفهام وأداة استفهام يعني كلمة بتسأل بتقول لماذا ليه ولما حد يسألني بwhy ليه أنا حجاوبه because because يعني لأن فردت مامي قالت because i have a lot of things to do عشان أنا عندي حاجات كتير أعملها لحظوا معايا هنا to هقول عليها حاجة في الآخر and i must clean the kitchen i must clean the kitchen يعني أنا يجب أني أنضف المطبخ عندي كلمة must يجب أن must يجب أن وركزوا معاها عشان برضو حقول حاجة عليها الآخر ردت هانا قالت لها i can help you يعني أنا أستطيع إن أنا أساعدك كان أستطيع هلب أساعد you أنتي أنا أستطيع أساعدك and so can hany وهكذا هاني we can clean the kitchen إحدى ممكن نستطيع إن إحنا ننظف المطبخ وبرضو خلوا بالكم إن كان سأقول عليها حاجة ما سألتهم قالت لهم are you sure هل أنتم متأكدين وهنا are جاي في أول السؤال بمعنى هل زي أي حاجة من في أول السؤال معناها هل فعندنا هنا قالت لها are you sure وطبعا بتكون الإجابة yes أو no أيوة أو لأ فقالت لها yes it's good to help you إنه من الجيد أن نساعدك طبعا ماما فرحت جدا عشان هم حيساعدوها عشان هي تعبانة وقالت I am very happy now أنا سعيدة جدا الآن ناوي يعني الآن you are very kind children أنتم أطفال طيبين جدا نيجي بقى للكلمات اللي أنا قلت لكم خدوا بالكم منها عشان الآخر حقول حاجة اللي هي to must can ومعاهم كلمة تانية جاية في المحادثة اللي جاية اللي هي let's to معناها أن هي طبعا لها معاني كتير ساعة بتجيب معنا إله هنا جاية بمعنى أن must يجب أن can يستطيع let's هيا بنا كلمات دول بيجي بعديهم فعل بس الفعل ده شكله إيه لازم يكون فعل في المصدر ويعني إيه المصدر يعني الفعل بدون أي إدفات لأن إحنا عارفين الفعل ساعة بضيف له ing ساعة بضيف له eg ساعة بضيف له s لكن الفعل في المصدر يعني غير مضاف لأي شيء يبقى to must can let's لازم ييجي بعديهم الفعل في المصدر أقول let's go ما ينفعش أقول let's going ما ينفعش أقول let's goes لأ let's go must clean can help to do كلهم بعديهم المصدر infinitive دلوقتي حناخد آخر محادسة في الدرسين دول وكل كلماتها إحنا بالفعل أخدنيها عشان كده أنا مش هتدخل خالص وحسيب لكم المحادسة وإنتوا سمعوها كويس وحاولوا تفهموا هي بتقول إيه واكتبوا لي في التعليقات فهمتم إيه من المحادسة I feel thirsty and hungry but we have a great game today I can make you a sandwich thank you you are very kind وكده نبقى خدنا كل شيء خاص بلسون واند لسون تو في يونت وان في منهج جونيور ثري مش فاضل غير حاجة واحدة بس وهي حل التمرينات والتمرينات هتلاقيها موجودة على صفحة الفيسبوك اللي الرابط بتاعها موجود في صندوق الوصف ده ادخل وحل التمرينات وانا هرد عليك في التعليقات وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك بقية الدروس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته